هل الموضوع ده هيكون هو اخطر حاجة على مستقبل البرمجة لسطرة النجاية ولا هي حاجة عادية والناس هتديها او ادتها بالفعل اكبر من حجمها بكتير الموضوع النهاردة هنتكلم فيه عن او انا على طول ونشوف كده ايه هو موضوع النو كود وهل هيأثر علينا كمبرمجين ولا لا فخلينا نبدأ واهلا بكم فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع عشان نعرف طبعا ان النو كود هيأثر علينا ولا لا لازم نعرف اولا ايه هو النو كود بتفاصيله النو كود هي مجموعة ادوات تمت برمجتها مسبقا عشان تخليك انت يوزر لها ومتستخدمش اكوات في انشاء تطبيقات تانية كلام ممكن يكون صعب شوية على بعض الناس خلينا نبسطها اكتر يعني النو كود تولز او النو كود ابس دي هي برامج معمولة بالفعل يعني برنامج جاهز انت بتستخدمه كيوزر عادي وفي الاخر هو الواحده بيواند كود الكود ده بيتم جواه والبلد بيتم جواه او الانشاء للتطبيق وفي الاخر بيطلع لك الملف النهائي او المشروع النهائي القابل للتشغيل على طول خلينا نبسطها اكتر شوية برضو يعني من الاخر شوف انت كده الفوتشوب انت مش ممكن تجيب عناصر ومدوات سور وتركبها على بعض وتنديك شكل في الاخر حتى لو حتصنن صفحة ويت باسمان اهي النو كود بتعمل حاجة زي كده وفي الاخر هي بتديك ملف الاتش تي ام ال جاهز بالسي اس اس بتاعه بالجواف اسكريبت حتى لو كانت محتاج جواف اسكريبت يبقى هو في الاخر انت ما كتبت السطر كود هادي النو كود وفي الاخر طلعلك نفس النتيجة بس اكت طبعا الموضوع مش بسهولة دي والموضوع مش هيكون كده وإلا فعلا خلاص هتبقى البرمجة انتهت حدا هيجي يقول لي طب هل الموضوع ده جديد يعني اش معنا دلوقتي بدأت نستكلم عن النو كود وانا طلعت عملت عنه فيديو كامل وايه اللي هي جد في الموضوع الموضوع بالفعل ليش جديد لكن ها يعني ترند نوعا ما دلوقتي طالع ان النو كود هيأثر على المبرمجين بشكل عايب اشهر امليكيشن نو كود واقدمهم يعتبر هو الورد بريس اكيد كل ناس لان عن الورد بريس حتى هتلاقي عندي فيديو على القناة من سنة تقريبا او اكتر من كده تقريبا كمان بيتكلم عن الفرق بين البرمجة الخاصة والورد بريس هتلاقي ناس كتير جدا اتكلمت على الفرق بين البرمجة والورد بريس او البرمجة الخاصة وادوات زي الورد بريس فالموضوع مش جديد اطلاقا لكن اللي جد عليه شوية او الحاجات الجديدة اللي تضافك ليه هي الاي اوي بقى فيه تولز بالزكاء الاصطناعي بتقدر تساعدك في تخيل الشكل فيه مثلا ديزاينينج شوية فيه حتى اقتراح لي الامب حيبقى عامل ازاي؟ هتضيف ايه هنا؟ هتشيل ايه من هنا؟ فهو ده الحاجة الجديدة اللي تضافت على طيب كده عايزيني نعرف ايه هي اشهر ادوات دي؟ اشهر الادوات عندنا فيه اختلف مجالات يعني في اكتر من المجال عندك اكتر تلات امثلة هنتكلم عنهم وحتلاقي في مجالات تانية بس اكتر ما هو الويب والموبايل والجرافيك ديزاين وفيه حاجات لادارة الاعمال وفيه حاجات تانية كتير بس دول اشهر ادوات حاليا موجودين طيب الويب حيكون زي ايه زي ما قلتلك لسه من دقتين كده ان الورد بريس هو اشهر حاجة للويب فيه غير وفيه الو كوميرس وطبعا ويكس اللي هرانا اعلانات من فترة بس ننصحكش تستخدمه النهائي اما الموبايل عندك ابي باي وعندك فلاتر فلو فلاتر فلو هو يعتبر اشهر حاجة لان هو بيطلع لك حاجات شكل الفلاتر في الاخر بس طبعا هي مش فلاتر هو زي ما قلتلك هو سي ام اس او ان هو مانيجمنت سيستم بس بيضر لك الشكل بتاعك هيبقى عمل ازاي وحيبقى فيه طبعا عيوب اللي احنا حنقولها بعد شوية دلوقتي على طول وفيه الرافيك ديزاينيج او مصممين بقى الرافيكس زي فالشوب الوستريتور الناس دي برضو ما ترحموش من حاجة زي كده النوكوذ عندك اشهر حاجة هي كانفا وكانفا ده من البرامج اللي دخل فيها اي اي حديثة وكمان بيساعدك تعمل سور وتعدل السور بشكل كبير جدا وعالدك كمان ادوبي سبارك فالاتنين دول اشهر ادتين للجرافيك ديزاين بدأوا يدخلوا برضو تحت مسمى النوكوذ تولز دلوقتي هنعرف مميزات وعيوب النوكوذ تولز دي واي اللي نقدر نستفادوا منها وطبعا في النهاية هنعرف هل هتأثر علينا بشكل مباشر ولا بشكل ضعيف ولا مش هتأثر خلص اشهر مستان فيه او من مميزات النوكوذ تولز هي السهولة والسرعة هنقول شوية تفاصيل برضو السهولة بحيث ان انت ما بتحتاجش تكتب سطر كود فدي نقطة قوية ان انت حتى لو انت مش فاهم في البرمجة او مش فاهم في البرمجة خالص انت مش بحتاج تكتب كود انت عايز موقع معين اي كوميرس او اللي هو موقع مدجر الكتروني او حاجة هتدخل على وكوميرس او وورد بريس وحتلاقي وانت بتعمل درجان دروب تشيل الحاجة وتحطى ما كان هو خلاص وبتبدأ تضيف البلاجنز والابليكيشن بتاعك تشتغل على طول وطبعا السرعة لان انت هتعمل حاجات دي اولا انت مش بحتاج مبرمج تكلمه كده فالدنيا سهلة بالنسبة لك كشاف سعادي انت لو مبرمج هتقدر تسلم في وقت اسرع بكتير من انك تكتب كود فروسكراتش اكيد يعني لكن الحاجات دي ليها ضريبة زي ما اي حاجة في الدنيا ليها ضريبة الضريبة بقى او العيوب بتاعت المجال ده او ان انت تشتغل باللوكو طول او العيوب عندك هي حتة المحدودية او الصدود الفضوط في المجال ده كتيرة جدا يعني الورد بريس مهلا ان كان مش هتقدر يوفر لك حاجات كتير زي الامام زي عدد الريكوست في الثانية زي ان هو يتحمل كام ريكوست اصلا الداتاباس بتاعته مش كبيرة بالدرجة في قيود معينة مش هتديك الحرية الكاملة ان انت عايز الحاجة دي تنقلها من هنا لانا وتنفس حاجة معينة وبعد مسلا ما يعمل تشيكاوت على الكورت بتاعته يروح مش عارف يعمل ايه ويرجع تاني يجيب لك داتا مش هتعرف تعمل حاجات زي دي مش هتعرف تعمل حاجة مميزة هو بيحطك جوا قانب معين وبيخليك تعمل اللي هو عايزه فقط لا يغيره لكن مش هديك الحرية كاملة ان انت تعمل اللي انت عايزه وده هيودينا كمان لتاني عيب واللي هو التخصيص اقل او قليل جدا فيه ان انت مش هتعرف تتحكم فيه براحتك مش هتعرف تعمل الحاجات دي كلها فهي اشهر عيوب لي هي الليمت والقليل وصعب انك تضيف فيتشورز جديدة مع الوقت يعني مش هينفها طبعا تخصص او تعمل قليل زي ما فالسائلين ليه خواص جديدة او مميزات جديدة مع الوقت فانت كتفت نفسك في حتة معينة طب اده ما هو العيوب انصحك تستخدمه ولا لا انصحك تستخدمه دي في حالة ان المشروع بتاعد بسيط جدا ومش هيكون معقد مع الوقت ولا في اي مشاكل مع الوقت ده كمان لو انت واصق ان انت مش هتنجح ان انت اخرك خمس تلاف مستخدم عشر تلاف مستخدم يوم ما تتوازم او يعني انما حاطت في دماغك احلام وامال ان انت حتطور وحتامل مميزات كتير قدام يبقى الموضوع ما ينفعش وانا عن نفس برشح لك المعلقة بلاش خليك دايما مع مبرمج محترف من الاول واشتغل برمجة خاصة احسن من ادوات وده مش عشان يعني ان انا كمبرمج او حاجة لا تزي نصيحة كده لله على طول يعني ما فيهاش اي حاجة نصيحة هتحسن او هتسهل عليك لو مشروعك عايز يكبر اكتر واكتر ومن غير اي قيود او اي مشاكل تكالكع الدنيا في المستقبل وده حتخلينا نجاوب على اخر شكال في الفيديو نواردة وهل هي حتقزي المبرمجين ولا لا هي المشكلة ان هي بتقزي المبرمج من العميل اللي هو مش فاهم قوي لانه حينسكر على الحاجات دي طب ما نعمل حاجة من غير كود والدنيا مية مية او زي الفل ومش حي يعني خلاص او اشاف ان هو ما انا ليه ادفع لمبرمج عشرين الف وتلاتين الف انا ممكن اعمله وورد بريس ببلاش خالص او اجيب واحد بتاع وورد بريس اعملول ب الف جنيه والخمسمائة جنيه والدنيا حده بقى مية واية فدي بتبقى المشكلة ان هو بيخسروا ناس في الاول بس مع الوقت بيلاقي نفسه مش عارف بالتولز دي اي اما كان بقى انا مش هقصد وورد بريس كورد بريس هنقصد كل الادوات اللي احنا ذكرناها او حتى اللي ما ذكرناهاش فالادوات دي اه هتديك السهولة في الاول والدنيا لزيزة وطلعت الابليكيشن في يوم وكله زي الفول لسه هتلاقي بعد كده انت مشروع بتاعك يا اما هيوقع لوحده يا اما هيبقى ضعيف جدا يا اما هيبقى بطيق هتلاقي مشاكل كتير فهيضطر في الاخر يروح للمبرمج تاني وهو اللي يعمل له السيستم بتاعه فيبقى ما تقلقش خلص من حاجة سماء نو كود مش هتأثر علينا نهائي اللي اتشاف منه او مجال الزكاء الاصطناعي بس برضو هو لسه في مراحل بدايات قوي عشان يقدر يحن محل المبرمج حتى انا جربته كتير شاجي بتي وجربت ببيرد اي اي الخاص بجوجل وبتلاقيه كده بيخرف لك في نص الكود يعني عمرك ما حتعرف تطلع منه ابليكيشن كامل لغاية دلوقتي على الاقل ويعني للمستقبل حتى نقول البعيد شعية فاتطمن من الجزئية دي تماما وبس ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ووقفتكم لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك وما تنساش تشوف الحلقات والحكاة والكورسات اللي فاتوا تستنى الحلقات والحكاة والكورسات اللي جاء وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وعشان ما تبقاش من الهواء اشترك في القناة عشان